بالتعاون بين منطقة إعزاز الصحية والجهات الأهلية في مدينتين بولا والزهراء أقيمت دورة توعوية عن طريق تدريب مجموعات صغيرة بهدف إعداد كادم تطوعي مدرب للتصدي لفيروس كورونا إضافة لتقديم معلومات دقيقة بهدف نشر الوعي والثقافة في المجتمع حبينا أن نعمل هذه الدورة لأن نأهل بعض الشباب والصبايا المتحمسين للعمل كمتطوعين أولا نعطيهم معلومات علمية صحيحة ثانيا في حال حدث الوباء لا سمح الله أن يكونوا رافض ومؤازر للكادر الطبي استطعنا أن نقدم لجميع الحاضرين أحدث المعلومات العالمية من دراسات صينية وإيطالية وحديثنا أمريكية وكل ما استجد على الساحة العالمية لنزيد درجة الوعي والنشر الثقافة بين الناس هنا بالدورة أكدوا أنهم تعلموا العديد من النقاط الهامة إضافة لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كما لها من أهمية في حماية المجتمع واستعدادهم ليكونوا جاهزين لتفتيم المساعدة والدعم في حال داعة الحاجة لذلك اليوم أجيت لحتى نوعي شعبنا لحتى نقول لهم نوجه لهم رسالة أنه نمنع التجمعات كل واحد يلتزم ببيته يلتزم لبس الكمامات الكفوف ما ناخد الشي بصخرية نحن نحن نعمل لكي نكون دائما جاهزين لكي نحمي بلدنا ونوقف إيد بإيد معنا الحماية السورية الغالية أخذنا معلومات الحمد لله كويسة من الأطباء فادونا فيها حتى نكون وعين لهذا الأمر وإن شاء الله نحسن نفيد بشي إذا استجدت الأمور تأتي هذه المبادرات في ظروف استثنائية تتطلب وعيا كبيرا وتعاونا بين الجميع والتزاما بالتعليمات لحماية وسلامة الجميع لإخبارية السورية ومصطفها كوسا وإيفوح